رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطة بإعلان فرلمان سلوفينيا لاعتراف رسميا بدولة فلسطين أوضحت جامعة الدول العربية في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إعقاب اعتراف عدد من الدول الأوروبية والتي سبق أن اتخذت خطوة مماثلة ليصل بذلك إجمالية الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى نحو 148 دولة مضيفة أن الاعتراف يمثل رقنا رئيسيا من أركان قيام الدولة في القانون الدولي